نقرأ للبرج المليء بالطاقة الإيجابية صاحب ابتسامة خلابة قادر من خلالها كسب القلوب الأشخاص اللي حوله أكيد أنا بحكي عن مولود برج القوس بتمنى من الجميع اللايك التشجيعي والأشخاص الجدد على القناة ما ينسوني بالاشتراك ومهم جداً تفعل زر الجرس عشان يكون على المباشر مع بعض بإذن الله تعالى وللتواصل أطريق الواتساب بلاقوا رقم الواتساب تحت سوال الفيديو بصندوق الوصف ومراتاً بكتبه في التعليقات لنرى يا أصدقائي شو مخبالكو بالفترات القادمة بإذن الله تعالى هناك بعض التغيرات وخصوصاً ستكتشف بعض الأقنعة المزيفة دي موليد برج القوس اللي كانوا أمامك تحسهم زي الملائكة وأحسن الأشخاص لك بس كنت تلف وجهك كانوا كالسكاكين في الظهر ما رح تتردد بمواجهتهم وإنك توقفهم عند حدهم وأيضاً رح تحاول قدر المستطاع أنك تأخذ حقك منهم طبعاً يا أصدقائي مولود برج القوس ما بنسى اللي أذاب بأخذ حقه لو بعد حين يعني لو بعد سنة وسنتين بظلوا ذاكر هذا الشخص أنه أذاب وما بتريح غير لما يستد منه ويأذي زي ما أذاب هذا الإشي ممتاز جداً عندك روح قتالية رائعة بس نفس الوقت قلبك الطيب وأيضاً بتفكر الناس زيك عشان هيك بتنخدع بعض الأشخاص اللي بتخليهم عزيزين جداً على قلبك وأيضاً بتأمنهم على أسرارك أصدقائي يا برج القوس هم بفشوا هذه الأسرار بهدف إنهم يشوهوا سمعتك هناك بعض الخلافات والنقاشات الحادة بينك وبين الحبيب بسبب شكوكك إنه في علاقة ثلاثية حاول قدر المستطاع إنك تكون هذه الأعصاب وتقرأ ما بين السطور وتسأل الحبيب بشكل مباشر عن كل الأمور التي تدور في رأسك ولما يحكي أنصت إليه جيداً ورح تتجاوب على العديد من الأسئلة اللي كانت تدور في رأسك ولأخفيك أمراً في علاقة ثلاثية بس مش زي ما أتبتوقع يعني إنها ثلاثية وزواج وزي هيك هي معرفة بس تتطور شوي شوي وإنت قادر إنك تنهيها بشكل سريع أما المنفصلون تجاوزوا فترة كانت مش سهلة عليهم يتعرضوا لبعض خيبة الأمال من الأشخاص اللي من حولهم ويشتد الخلافات بينهم وبين أفراد العائلة هناك شخص كانت تربطك علاقة رائعة جداً بينك وبينه مليئة بالحب والكلمات الرومانسية في الماضي وهذا الشخص خيب أمالك وما أوفى بالوعود اللي أوعدك فيها سيعود ويظهر في الساحة من أول وجديد سيحاول أن يعيد الأمور إلى مجريها مثل ما كانت في السابق أعلم يا صديقي يا برج القوس لما تكون بعلاقة فيها خيبة أمال إثق تماماً أنه بتضيع على حالك أهم أيام حياتك من ناحية ومن ناحية أخرى بتضيع على حالك فرص كنت ستحصل عليها في الأمور العاطفية حاولوا قدر المستطاع الانتباه إلى صحتكم وخصوصاً بالفترات القادمة تشعرون ببعض الآلام والأعراض الغير الاعتيادية وخصوصاً نقص بالوزن وأيضاً تشعرون في بعض الجفاف في الحلق الأشخاص اللي يلاحظون عندهم أعراض غير اعتيادية ما يتردد أن يذهب للطبيب ويعمل الفحوصات اللازمة لكي يطمن على نفسه لأنه كل شي بتعالج بخلص بروح والما بتعالج بالثاقم وبزيد أما العازبون سيكون نشطين جداً اجتماعياً وخصوصاً على مواقع التواصل مثل الفيسبوك والواتس أب استواقع منشوراتهم العديد من الإعجابات من الأشخاص الأصدقاء أو الأشخاص الجدد اللي تعرفت عليهم بالقاونة الأخيرة تتعرف على شخص ترتاح لصحبته ورح تحكو بأمور كثيرة وتشعر بمشاعر داخلية اتجاه هذا الشخص وهو يرودك نفس الشعور ورح تحكو بمشوراتهم ورح تحكو بمشوراتهم بتغير بتغير بتبين معدنه الأساسي وأنت معدنك أصلي وذهب صافي تبتسم لكم الحظ في الأمور الورقية وخصوصا الأشخاص اللي بتعاملوا بالأمور التجارية رح يحققوا صفقات رائعة جدا أكثر من ما بتوقعوا وتعدي لهم بالنفع وبالدخل المادي الجيد أما الأشخاص اللي يبحثوا عن فرصة عمل جديدة تتاح لهم بعض الفرص الرائعة جدا والثمينة حاول استغلالها لأنه اعلم يا صديقي إنها الفرصة عبارة عن وقت قصير يا بتلحقها يا راحة عليك بس لا تقعب فخ التسرع يعني ادرس الموضوع مالية وخذ قرارك وبدأ به العملي في الأمور الدراسية أيضا يبتسم لك الحظ والأشخاص اللي عندهم امتحنات داخلية أو خارجية رح يبلوا بلاء حسن رح يحققوا نتائج رائعة جدا ورح يتفوقوا على العديد من الزملاء اللي من حولهم كل الحب والتقدير لكم يا أصدقائي وإن شاء الله القادم سيكون أفضل وأفضل مع محمد الزين اشتركوا في القناة